أنهت نيكي هيلي مواجهة طويلة الأمد مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتفسح له المجال لأن يكون مرشح الحزب الجمهوري الذي ينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر وانسحبت هيلي التي شغلت منصب حاكم ولاية ستاوس كارولاينا سابقاً وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب بعد يوم من انتخابات الثلاثاء الكبير عندما منيت بهزيمة ساحقة أمام ترامب في أربع عشرة من إجمالي خمس عشرة مواجهة لنيل ترشيح الحزب وقالت هيلي لمؤيديها في كلمة ألقتها في مدينة تشالستون أن الوقت قد حال لتعليق حملتها مؤكدة أنها لا تشعر بأي ندم وأضافت أنه على الأرجح سيكون ترامب مرشح الحزب الجمهوري لكنها أكدت أنها لا تدعمه